قال متحدث حكومي إن ألمانيا تشعر بقلق بالغ إذا الهجوم الإسرائيلي المحتمل أرى رفح وأضاف المتحدث أنه من الصعب تقييم الوضع الإنساني في رفح بشكل صحيح إلا أنه أشار إلى أن الجميع يعلم أنه كارثي وأضاف أنه حال تنفيذ الهجوم فيجب على إسرائيل الإجابة على سؤال حول كيفية إجلاء ما يصل إلى مليون وثلاثمائة ألف مدني يحتمون هناك حاليا ترجمة نانسي قنقر